بني للدتروك ونور أتقول مصرف المركزي هيدا مش عاملة البناء هيدا عملة أجنبية لا بيعرف بالدولار ولا باليورو ولا بيسترليني ولا بالدرهم ماهلو علاقة هيدا علاقة عاقدية بين مصرف وزبون على الإطلاق ما بيعرف فيها ولا لازم يعرف فيها بسبب السرية المصرفية وما بيعرف فيها إلا بحالة وحدة لسبب أو لآخر القضاء ارتقى أنه فيها عملية غير سليمة القضاء يطلب من هيئة التحقيق الخاصة تحقق بحالة بذاتها منها فايلتي ففعلها القوانين كثير مهمة احترامها كثير بريح الكل هناك سؤال باللون الأحمر هل تعتبرون المصرف المركزي كما آخرين مسؤولا عن الفساد في لبنان وإذا كان شريكا كيف واجهتم هذا الأمر خلال وجودكم في حاكمية المصرف؟ الجواب هو لا أعطي مساء المساء لي أنا ما عندي جواب لا ألو لحد اليوم البنك المركزي ما في يكون أصلا شريك بالفساد سلطة محدودة كما شرحت خلال المحاضرة سلطة محدودة إمكانياته محدودة كثير مرسومة من أن سلطة هولانية توصل له مكان كثير مركزة بموجب الأنور بمارسة مصرف لبنان ليش بس سيك في حالة في أورسايت فوق مصرف لبنان ليشرف على كل قرار من قرارات البنك المركزي تحديدا المجلس المركزي خساتة يمكن للبعض بالدكارة البنك المركزي من أنه فعلات مؤسسة تمتثل للقانون بشكل من أكثر المؤسسات انتثالة والتسامة بالقانون بس يخذ البنك المركزي أو المجلس المركزي هو البورد قرار في حدا اسمه مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان مفوضية الحكومة بتعيه من قبل الحكومة تعديدا من الموزات المالية يشرف على قد كل قرار من القرارات وإذا فيه اي خلال مع القانون توقفه أنا بعد خلال عشر سنين اللي كنت فيها ما كان فيه ولا مرة توقف اي قرار هيدا المدير العام ليس اي موظف هيدا المدير العام يشرف عليه في عنده موظفين تحت ايده بيقدروا انتشروا بيقدروا انتشروا بالمصرف المركزي ويفوتوا على صندوق المركزي ويشوفوا البنك المركزي بيراحة وبدون اي كنترول بياخدوا التقرير بيبعتوه لوزارة المالية والتقرير لانه في كل امانة بيبعتوه لوزير المالية نسخة للحاكم غير هيك مع البنك المركزي اللي هو حاكم بالمجلس المركز الحاكم واربع نور حاكم في مديري عام الاقتصاد والمالية مديري عام مؤسستين او وزارتين من اهم الوزارات الموجودين بالبلد والله معنيين معنيتين بشغل الاقتصادي والمالي فلذلك اول شيء امكانية الفساد هون بده تكون كله مشاركين الفساد صح المثال هادا مسال مجابة تبعتين اذا صار في مجال بس هادا عمقول هادا اللي عم بحكي الالية بده تسير لانه امكانية الفساد وين وين بده تركب كله سوا بيركبوا هادا كله مع بعضا اعليم مستحيل حل لبنان المقومات الاستقلال الاقتصادي من الريع منتجاتي والسياحة والضرائب من غير معدلة النفط اعبدوا اعادة نظر نحن سياحتنا للأسف هي سياحة انا بسميها اقصائية اكسكلوتي اكسكلوسيف تعرفوا قداش في ناس كم مليون لبناني سائح بروحوا سنويا على تركيا تعرفوا قداش في طيارات تشارتر او نن تشارتر فلايتس بتروحوا على تركيا يوميا لين لانه بيقدر روحوا ومرتوا ولدوا بروحوا بيقدر يقعدوا بمنتجة من المنتجعات بملالين يخطر عباله لا سمح الله بيطلعوا على شي منتجة بجزين ولا بشي فريع ولا شي بيدفعوا على الجحة بيطلع لهونيكي بيقعد اكل شي لبنيم خاصة عنده اطفال البحر موجود البحر موجود كل نهار اكل وشرب وشي منذ بيبقى بلترالي 100 دولار ومش بس هيك بيتبضع بيزرع شعر وبيتبضع نعيما وبيتبضع وبيجيب اغراض وبيجيب اتياب وبيجيب اكل بيجيب كل شي بيجي لذلك انه نحن بحاجة انا بتصور هدي فرصة سالحة للبناء اللي يعيد النظر بكتير امور لحظة الحقيقة اللي وصلنا لها فعلا هالصدنه اللي وصلنا لها بس ونرجع نتطلع عناصرنا عناصر قوتنا الذاتية الفعالية وما نتحك عن بعضنا سياحتنا سياحة اقصائية مش مين مكان بيقدر حتى قبل بلد وما بيقدر يجي حتى الخليجيين ملكان الخليجيين مع تندين عن الخليج لا كمان الخليج مشكله مشكله كبير بعدين احنا على متى الاربعين سنة الماضي اي خليجي عميجي لعنا بس عميجي الكبار لانه انه اكد بيعنيلن الكبرو لبنان اللي خلقوه ولا اللي كان يصايفو بس انه شباب الاربعين سنة ولا خمسة عمرو خمسين سنة ببيعنيلو لبنان بس انه بخمسة وسبعين حرب لازالي بروحوا محلات تانية فبيحاجة نعيد النظر مثل ما هذا بحاجة عيد النظر مثل ما حكيتنا المحاضرة بكثير من عناصر ومقاوماتنا قوتنا تبعيتنا استراعة قادرين نحن نفس ولا لا قادرين بس بأي زراعة عوان بأي كواليتي الصناعة قادرين نفس أكيد لا ما لدينا أسواق ولا يطلع عمي غالي عنا لكن في عنا صناعة الهوت كوتور نحن بلبنان منجيب ماش منطلع أحلى أزير عظيم قيم المضافة الموجودة عندنا كبيرة منجيب بلبنان من سبايك دهر منطلعهم أحلى جولري وأحلى خواتم أحلى بيتفهم لذلك بحاجة نعيد النظر لطبيقات اقتصادنا مش اللي قولها زراعة ما في زراعة أي زراعة صناعة أي صناعة نحدد أي صناعات أي زراعات لتقدر فعلا تختارها بالنسبة للثرو البشرية مش كامل عنها صناعة بدون شك ثرو البشرية خلال سنة 2015 المصر المركزي أطلق قطاع بأمه وأبوه اسمه قطاع المعرفة The knowledge economy اعتماداً على الثروب البشرية اعتماداً على الشباب والصبايا في عنا ما حصل المجال أحكيكم شوية statistics شي بيكبر القلب شو عنا إمكانيات على مستوى التكنولوجيا على مستوى الـ Entrepreneurship في إمكانيات كتير كبيرة اللي ممكن يستفاد منها بس عدة اللي يحاجة العنصر زائد اثنين زائد ثلاثة يعني نطلع 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 بغير اتجاب في مجالات كتير اللي ممكن أن ينشغل عليها وفي سؤال طبعا نحن بقي دقائم بس يعني أكسر أين أصبحت أموال الموضعين بكل صراحة وشو كيفية سوى جاوبتها جاوبتها سوى نحكي إنه المأموال الموجودة بده فترة اللي ترجع ما تبخرت مثل ما البعض بيحبوا يهولوا ويقوبوا الأموال الموجودة بيشكل بين المصاريف وبين مصرف لبنان خلال الفترة بترجع اللي شي يدمشي الفوائد الفوائد العالية التي قدمتها المصارف والبنوك اللبنانية للموجودين والتي فقط أرباح الفوائد أرباح الفوائد من القروض التي قدمتها المصارف للدولة أليست هذه عملية احتيال كلاسيكية من نوع من نوع سلس لا أبدا هذا الموضوع أساسا كانت المصارف كانت مكرهة أنه تأخذ قرار بهذا الشكل ما حدا بمصر أن يعطي فوائد من الشكل العالي إذا بتطلع على التاريخ الفوائد أين تبلشت بشكل عالي من تاريخ تشرين تاني الفين وسبعة عشر في وقت كان الرئيس الحريص ساف معه بإحدى الدول الشقيقة سافر معه حادسي معيني وطرق أنه يستقيل على أسنة حنيكي هالخطة اللي صارت بلشت تزيد الفوائد بشكل كبير تزامن مع إذا تطلعوا حتى تاريخيا تطلعوا كل الأموال صارت تطلع من الأموال تطلع بتجاه اقتصاد الأمريكي والصين عم تطلع برا فعم بسيئة استيارة فيه ساكينج وفليكوديتي من بشكل أو بآخر المصارف حتى تبقل وديها عندها صارت تعطي الفوائد العالي طبعاً عن الهندسة المالية حقين عنه لا حقين عنه بعد الترحيل بالضيف الكريم عزدياد الحديث عن الهندسة المالية وتصريف وتعريف مختصر لها وما مدى تأثيره على الواقع المالي والإبتصال المالي كثير مني حكينا عن الهندسة المالية لانتبعت واحد من الأسئلين حكى هندسة المالية فهلا الهندسة المالية هي منشغلة جديدة بالاقتصادات بس تحديدها بلغنان خلين للحظة أعطيكم الهندسة المالية بالأول وتجاه أفسركم ماذا القالية تعالكم ماذا القالية صارت سواب بين مصرف المركزي وزاد المالية والمصارف مصارف وزاد المالية لسوابات من أجال طويلة لأجال أصيري من أجال المالية لأجال المالية لأجال المالية تجيبها لهم إذا كانت بالألفين وثلاثين عم تجيبها للألفين وسبت عاش بعد ذلك الوقت عم بتعطيهم إياها عم بتقدع هذا اللي عنده أجال سنة لأدي بعيد المصرف المركزي بيعطيه مصريته هلأ بيأخذ مصر أربعه هذي كالية عم بلسير أما ليش صارت لأن إذا بتتطلعوا بالألفين ستعاش تحبوا تعدوا معي أنا عيشت أعدوا معي واحد فراغ رئاسي اثنين ثلاثين رئيس حكومي ثلاثة مجلس نيابي مكان فاعل أربعه داعيش بنص قلب بلدنا خمسة ميزان مدفوعات تسلبي بشكل تراكمي بشكل كتير كبير تريد بلنس وما تحط يعني حطس ولا حرج تريد بلنس تريد بلنس تريد بلنس فوق كل هدول يعني اللي عم تجي من بره من المختاربين بشكل أساسي من الخليج اللي عم تجي من الخليج أكتر من أي شي تاني من الإمارات من السعودية ومن بعض الدول الخليجية التاني كويت وغيرها طبعا مش معناتها مع ميجي مصاري من هون ولا من أفريقيا بس طريقة الطبيعة التحويلات اللي بتجي من هديك البلاد بشكل أكتر لذلك تحويل بسهولة أكتر تحويل بسهولة أكتر تحويل بسهولة أكتر بسهولة أكتر